أعلنت وزيرة الطاقة والثروة المعدنية عن البدء بحفر بئر جديدة في حقل الريشة الغازي شرقي المملكة بعد نجاح أعمال الحفر في البئر رقم 49 بإنتاج ثلاثة ملايين قدم مكعب يوميا وقالت في تصريحات صحفية إن الكميات الجديدة في البئر التاسعة والاربعين ترفع إنتاج حقل الريشة الغازي إلى 19 مليون قدم مكعب يوميا حيث يبلغ معدل استهلاك المملكة اليومي من الغاز 330 مليون قدم مكعب وقشفت الوزيرة أن شركة البترول الوطنية بدأت العمل في الحفر لاستكشاف الغاز في البئر رقم 50 في حقل الريشة الغازي شرق المملكة حيث تشير توقعات إلى انتهاء عملية الحفر في شباط المقبل وتأتي عمليات الحفر التي تمت في العام الحالي لبئرين جديدين في حقل الريشة الغازي بعد توقف عن الحفر دامة أحد عشر عاما حيث لم تجري شركة البترول الوطنية أي عملات حفر في حقل الريشة منذ عام 2008 ترجمة نانسي قنقر